عجز في الميزان التجاري بعشر فاصل ثلاث وثمانين مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ومداخل الجزائر من الصادرات لم تتجاوز اثنين وثلاثين فاصل اثنى عشر مليار دولار بعجز قدره تسع وثلاثين فاصل سبع وثلاثين بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي هذا ما كشفت عنه آخر ورقام الجماريك الجزائرية في تقريرها الأخير والذي تحوز الشروق نيوز على نسخة منه أما فيما يتعلق بالواردات تراجعت الفاتورة الأشهر العشر الأولى من العام الجاري بنسبة اثنى عشر فاصل خمس وثلاثين بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت فاتورة الواردات هذا العام اثنين واربعين فاصل تسعين مليار دولار فضمن الإجراءة التقشفية للحكومة بتقليس فاتورة الواردات سجلت مصالح الجماريك تراجح فاتورة القمح والشاعر والذرة بخمسة فاصل خمس واربعين بالمئة فاتورة الحليب والمواد الحليبية خمس واربعين فاصل تسع وسبعين بالمئة فاتورة السكر سبعة عشر فاصل واحد وثمانين بالمئة فاتورة الدواء والمواد الصيدلانية خمس وعشرين بالمئة تجري الرياح بما لا تشتهي الحكومة مع استمرار انخفاض أسعار البترولة تأكل احتياطي الصرف وتوقعت الحكومة بانكماشه إلى مئة وواحد وعشرين فاصل اثنين مليار دولار مع نهاية العام المقبل أي ما يكفي ثلاث وعشرين شهرا فقط من الواردات الحكومة تسابق الزمن لتقليص فاتورة الواردات والحد من نزيف العملة الصعبة لانقاذ الاقتصاد الوطني الذي يدفع ثمن تبعيته للمحروقات